للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة العيون رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية مولاي بوبكر حمداني مساء الخير سيدي مساء الخير سيدي مساء الخير سيدات والسادة المشاهدي قناة ميدان تيفي في كل مكان أهلا وسهلا بداية ما هي دلالات هذا الاجتماع الذي عقد بمدينة العيون والذي ضم الأحزاب السياسية والبرلمانيين وشيوخ القبائل لعله من أبرز الدلالات اليوم التي تستشف من اجتماع مدينة العيون هو بالأساس توجيه رسائل وكما ورد أيضا ببيان العيون توجيه رسائل إلى الرأي العام الوطني وأيضا إلى المنتظم الدولي غايتها والهدف منها التوضيح أن كل الشعب المغربي بكل أطيافه بكل تلاوينه السياسية المدنية وأيضا التمثيلية والمجتمع اليوم بمدينة العيون في هذا الاجتماع رفيع المستوى والممثل بكل قادات الأحزاب السياسية ومكاتبها السياسية والمناضلها من مختلف الأقاليم مع الشيوخ أيضا كما أشرت وشيوخ القبائل الصحراوية ومع المجتمع المدني المحلي ومع الأعيان والمنتخبين هذا الاجتماع رفيع المستوى هو اليوم لتوجيه رسالة واضحة أن الشعب المغربي موحد حول قضية وحدته الترابية لا انقسام حول الموقف أيضا هذا الاجتماع يأتي في إطار مسارات متعددة منها ما هو قانوني منها ما هو دبلوماسي ومنها ما هو سياسي لتوضيح أن أي تغيير في الوضع القانوني والتاريخي لكل التراب الوطني هو مرفوض وخاصة في المنطقة العازلة نعم طيب الاجتماع شرقا وجنوب الغيطار سي بوبكر يعني الاجتماع توجى بإعلان العيون الذي يركز على الإجماع الوطني بخصوص قضية الصحراء المغربية كيف تنظرون إلى هذه الروح التعبوية التي تميز تعامل المغاربة مع هذه القضية المصيرية صحيح هذا الاجتماع اليوم صدر عنه هذا البيان الهام بيان 9 أبريل 2018 بمدينة العيون ضم ديباجة إضافة إلى 15 نقطة ركزت في مشملها على الإجماع الوطني حول هذه القضية أيضا شجبت كل محاولات تغيير للوضع القائم القانوني للمنطقة العازلة الشرق وجنوب الجدار أيضا أوضحت أن هناك إجماع وطني لاختلاف فيه كل الطيف السياسي كل التمثيليات الجهوية والوطنية الحاضرة تؤكد على أن الشعب المغربي لا مناص هو موحد من أجل الحفاظ على وحدة الترابية أيضا أشاد هذا البيان بالمبادرات الملكية وآخرها الرسالة الملكية أيضا الموجهة إلى الأمين العام التي تنبه إلى عدم تغيير هذا الوضع سيبوب كاري في هذا السياق كيف تنظرون الآن إلى الموقف الحازم الذي عبر عنه المغرب من الناحية الدبلوماسية ردا على استفزازات البوليساري الموقف اليوم هو تتويج لمسارات كما أشرت مسارات قانونية في هذه المعركة هي معركة قضية الصحراء معركة بأوجه متعددة فيها ما هو قانوني فيها ما هو دبلوماسي فيها ما هو سياسي واليوم كل هذه الوسائل يجب أن تكون موحدة متكاملة فيها الجانب الدبلوماسي الرسمية وأيضا جانب الدبلوماسي الشعبية يعني استعمال جميع الأدوات الدبلوماسية بما فيها شقها الاقتصادي بما فيها شقها المدني بما فيها شقها السياسي من أجل توضيح للرأي العام الدولي أن هناك إجماع كامل حول هذه القضية وأنه اليوم كل فئات الشعب المغربي مستعدة أنها تترافع عن هذه القضية سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو داد الدول الصديقة والشقيقة لتوضيح هذا الموقف الوطني الموحد أنه لا هناك رفض بات وتام لأي مساس أو تغيير للوضع القانوني والتاريخي للمنطقة العازلة ولكل حقيقة المساس بأي جزء من تراب المملكة نعم يعني مؤخرا هذه المسارات مؤخرا سي بوكر يعني لنبقى في ذات السياق يعني التحركات الدبلوماسية المغربية كانت هناك رسالة ملكية في الأوين الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة وتحركات الدبلوماسية أيضا يعني قادها المغرب يعني قراءتكم في هذا الشأن القراءة يعني الأكاديمية لهذا الموضوع تبين على أنه فعلا الفاعل الرئيسي في الدبلوماسية المغربية ولا هو تمثله المؤسسة الملكية وضح بشكل واضح الموقف الرسمي المغربي في هذا الموضوع أيضا وزارة الخارجية تقوم بأدوارها التقليدية في الدفاع والترافع وتوضيح الموقف المغربي لدى كل هذه الأطراف وهو موقف حازم كان لابد من سلوكه كان لابد من المملكة المغربية أن تسلك هذا الموقف لأنه تغيير معطيات الواقع على الأرض فيها مساس حقيقي بوحدة المغرب الترابية فيها أيضا تكتيك وربما استراتيجية لاحقة قد تغير من الأوضاع وهو ما تفطنت له الدبلوماسية الرسمية وانخرطت فيه اليوم أعتقد أنهم مطالب بشكل أكبر إلى جانب الدبلوماسية الرسمية والفاعلين الرسميين في الدبلوماسية أي جلالة الملك والبرلمان ووزارة الخارجية يجب اليوم تفعيل أيضا وهو ما تقوب به لقاء اليوم تفعيل الدبلوماسية المدنية أو الموازية أو الشعبية ممثلة في الأحزاب السياسية والهيئات الغير حكومية الفاعلية المدنية وأيضا ممثل الساكنة ممثل الساكنة لقالم الجنوبي والذين كانت لهم مشاركة في لقاء اليشبونة حيث أوضح فيه موقف السكان من هذه القضية من مدينة العيون رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية مولاي أبو بكر حمداني شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات